فيما يخص مال جرائم القتل بصفة عامة نحن لازمنا عنا ما قبل الثورة وما بعد الثورة بالنسبة لنا كقانونيين وحقوقيين في البلد التونسية نلقاه بعد الثورة النسب يعني في ارتفاع وفي نصق تصاعد حقيقة إلا في السنوات هذه الأخيرة بدأت تتضاعف مثلا عنا إحسائية خلال السنتين القضائيتين 2018-2019-2019-2020 هذه نسبة محاينة تم البد في 1133 قضية قتل يعني 1133 قضية قتل يعني 1133 ضحية إزهيق روح بشرية مشيت في تونس وعليش نحن نلقاه النسب متاع النساء في تصاعد كذلك نربطوه بسند القانون 58 لسنة 2017 لردع مثل هذه الجرائم والتصدي لها وبعد في خضام الحلقة إن شاء الله تنطرقه لأسباب تفاقم هذه الظاهرة القتل في المجتمع التونسي كما في المقاهي كما في العائلة في البيوت وفي أي مكان وزنين العديد من العوامل لكن وائل حتى هنا نجم نقوله أنه احنا 2019 حتى 2021 يعني هي البريود متاع الكوفيد كان نتفكره وما صارت النسبة اللي صارت في 2023 هنا بالحق هنا برشا تساؤلات تطرح خاصة على الأسباب والعوامل اللي قاعد تصير في مجتمعنا شنو اللي قاعد يصير عليش قاعد يصير كي من هكاكا سهولة القتل رأنا كنحكيو على 1133 رأوا إحنا بكلنا قديش هنا بالحق بشنا نجيل سيشيدي لهنا بما أنه بدينا نحكيوه على الأرقام بدينا نحكيوه على الإحصائيات نحب نعرف نجمه يقوله الفئة العمورية اللي محدد بالظاهرة هذه لأنه أنا حتى اللي عنا تقريبا زوزة شاباب واحد في 32 سنة والضحية ثانية ونحكيوه عليها من بعد 17 سنة والقاتل 18 سنة شكرا أميل لأننا نحب ننطلق بشنا نفكوى الظاهرة هذا بعيد على الحالة الانتباعية وننتناولها بجانب موضوعية يجبنا نبدو بالمؤشرات أنا مش نبدو بالأحصيات الدولة التونسية في جلو ثلاثة مراجع تقريبا المراجع لوله هو تقريب مدوبي حماية الطفولة الإشعارات كنفهم الأحصائيات وننجم ونفكو الظاهرات مش نعطي بعض الأرقام بصفة برقية الإشعارات سنة 2022 15173 إشعار سنة 2021 17069 إشعار التقرير اللي علنت عليه سيدة وزيرة المرأة البارح سنة 2023 22690 إشعار هذا الأرقام مهم مش نعطي زادة مؤشر آخر هو مكان التهديد مكان التهديد للطفل في 2020 المنزل العائلة 60.5 سنة 2021 59.3 الشارع ساعتاش سنة 2020 و20.2 سنة 2021 هذي بعض الأرقام مش نعطي تصنيف تونس من ناحية الجنيب في ترتيب الدول العالم تونس تقريبا في المرتبة تونس العاصمة تصنيف المدن 187 على 319 مدينة تونس تحتل المرتبة 65 سنة 2019 عالميا عالميا 113 جريمة كما قال الأستاذ من 2018 إلى حدود 2020 عدنا 130 محكومين بالأعداد فيهم 49 سنة 2022 تسعة وربعين سنة 2022 فقط مش نعطي رقم آخر كما أنت عشرته في جريمة ضد النساء في سنة 2023 إلى حدود تقريبا سبتمبر عدنا 24 حالة وفاة الـ 24 حالة وفاة هذن توفو بفعل الجاني هو الزوج وهذه الأرقام هذه ننطلقه في الظارة الظارة هذه موجودة مرتبطة بالإنسان وين يتوجد الإنسان؟ موجودة ذا من تنولوهيش بحالة مفزعة لنحط الأرقام في العالم ونشوفوا التصنيف الدولي التعطي فيه الأمام الموجين تقريبا نزلنا في المتوسط الجريمة لكن النسق مش ويرتفع واليوم ولا فهم استعراض في الجريمة الخطير هو الاستعراض وراجع لعدة تعوين وتلاعب بيها وتلاعب بيها ولكن لا تنسيش رأوا مواقع التواصل الاجتماعي هو عنصر من عناصر غذة الجريمة جريمة متوجبة مقبل مواقع التواصل الاجتماعي عديد عوام تنشوفوا في الحصة العوام يجبنا نزيد أن ننظروا للمشكل هذا والظاهرة نعالجها بإثار مقاربة كاملة لماذا المقاربة القانونية؟ وعطيت مؤشر عن قصد كنقول 130 محكمية بالإعدام فمت 49 حكم بالإعدام صادر سنة 2023 وأحنا كرابطة تونسية ننظروا ونشوفوا العقوبات الأعدام الموجودة في المجلة الجنائية والمجلة الجزائية مرد عدش هنا وسيد شادي بش نحكيه فيه من بعد جاء الحكم الأعدام في تونس هل ينفذ أو لا ينفذ يعني وقتش نوصلوله وبالحق في أنا حالة وقتش نوصلوله هل إنه القاتل قاعد ياخذ في الحقه هل القانون متاعنا بالحق يعني يصد وإلا إنه يعني هو متسهل في الجرائم هذه لكن خلينا نبدأ بالعوامل لهنين المجتمعات تنسي عليش قاعد يصير فيه كيم من هكاكة شنو؟ يعني نعرفه إنه فما عوامل اقتصادية خاصة أنت يقبلها دجام عني توائل قبل الثورة وبعد الثورة أي صحيح فما عوامل اقتصادية فما عوامل الاشتماعية فما عوامل سياسية فما عوامل جغرافية يعني تقريبا العوامل كلها موجودة لكن اللي هنا هل الوعي متاع المجتمعات التونسية موجود أو غير موجود هل هناك استراتيجيات الدولة قاعدة يعني قاعدة تصد وإلا تحد من الظاهرة هذه أم لا هذا السؤال السبب بالأساس حسب رأي الشخصي يعود سبب مؤسساتي بحت يعني دور الدولة هوني لازم يكون بالحق دور فعال وإيجابي للتصدي اللي مثل هاتي الجرائم نبدأه من الصغار ونحنا طالعين خطر هذه مسألة ماشي متاع نهار واثنين هذه لازمنا نبنيه أجيال عليها على ثقافة ليلة الجريمة وليلة العنف يعني نحنا حتى في الإحصائيات في تونس أكثر الولايات المحكومة فيها بالأعدام راهي تقريبا الأرياف والجهات الداخلية عليش على خطر يعانيوا زيدا من التهميش الصغار ما عندهمش مرافق ترفيهية بش يتثقفوا بش يتعلموا بش كثير فمش سوبل الدولة مكنتهم منها أما هذا ما يعنيش أنه زيدا في العواصم والمدن الكبرى مش موجود موجود ونحنا كما قال الزميل والأستاذ بالحق واللينا نلقاوه يتفنوا المجرمين هوني في الجراءة منهم والليت معانتها قديش تعمل في نسب مشاهدة يعني حتى لو كنت طرقوا للقتل للانتحار هو الانتحار الإنسان يقتل نفسه بنفسه قبل الانتحار الكلاسيكي نلقاوه انسان يكتب رسالة في غرفة نومه ويتركها وبعض ينتحر طوال ليه الانتحار ولا باللايذ معناها بث مباشر ياخذ به النسبة وبعض يعدل على الانتحار ياخذ هو الأرباح المالية من تلك المواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك من العوامل يعني بالحق لهنا يعني كيف نجيونا يجبنا نحلو حتى في الظاهرة هذه مع الوقت ومنحبش نحصرها يعني في جانب القط الأكاهولي لأنه لجرائم والات متعددة متعددة حتى العنف ولا بصيفة كبيرة بما في ذلك العنف في اللفظ المادية الجاسدي كل معناتها النجم نحصرهم تقريبا خمسة أنواع من العنف شدة أنواع موجودين في المشتمع يعني لكن هنا نحب بالحق يعني العامل الرئيسي توحكينا على مواقع التواصل الاجتماعي حكينا أنه قلنا نتفنوا في القط لكن هناك عامل رئيسي هنا اللي قاعد يحرك يعني في حاجة في تونس خلينا من العالم اللي هو بالحق الجريمة موجودة عالميا